السلام عليكم اليوم بتكلم عن منتجات شركة اللاندروفر اللي من ضمنها رينجروفر ولاندروفر وديفندر اللي نزلت شوي ملاحظات وجتني ردود كثيرة على نقدي على الرينجروفر ولاندروفر او ديفندر فاليوم بفند هذه الكلام وبما انها تعتبر من الفئة الجيوب وانها نفرض انها بالنفوذ والاجبال والاودية فنشوف يعني هل هي فعلا جودة وتدفع القيمة هذه المبالغة العالية على فعلا تشري الجودة او لا فلذلك بقى مباشرة بقول بعض الحوادث اللي مرت على مستخدمين هذه السيارات والاعطالة وتكلفة الصيانة هذا واحد من الزملاء يقول كنت ماشي طريق هنا في رياض معه الرنج يقول فيه الحفرة كذا بزفلت وانا ماشي على سرعة فيقول ضربت الحفرة ومشيت طبعا هي النظام اللي هدرك وتعليق عندها كلها مشبك مع بعض مع اجهزة وتحكم وكذا يقول ضرب عندي الجهاز التحكم وامساعدات والمنظومة هذه كلها صار فيها عطل كبير يقول رجعت الوكالة وكشوفوا عليها وكلفني تصليحها مية وعشرين الف وهو مطب يعني المطب ياما كلينا مطبات وهو جيب اصلا يعني يفترض انه يتحمل المطب وغيره يعني فكيف انه المطب هذي يأثر منظومة هذه كلها وتخسر القيمة هذه ومن بالغة طائلة على تصليح الشهادة طيب خلينا من هذي خذي الثاني هذا واحد من المستخدمين سات لاندروفر شاف حدا جيرانه او مدرمين طافت انسيارته ويبيشيركم فجابوا الاشتراك وبالخطأ قلب السالب موجب البطارية طيب ويش الحاصل دائم القلب هذا طبيعي وكتير من سيارات تقلب ويا مقلوب وناس لما هو تخصصهم يحط السالب مكان الموجب ولكن الحركة هذي كلفته ضربة الظفيرة والكمبيوتر كله لاندروفر كله منضرب لو تبحثون بالتوك توك او باليوتيوب راح تشوفونه بالورشة وكلفهم على معتقد 150 او 160 الف تغيير كل الكهرب وهو 13 فك الطابلون والمكينو والاسلاك حوله المكينو وغيره كله كلفهم مبالغ طائلة مع انه ممكن يسير جهاز 100 ريال يحمل منظومة هذه ويفترض ان الشركة نفسها متنبئين انه قد يحصل هذا وتحصل طبيعي كله سيارات تشعر ما تسير بهالشكل الفضيع هذا كله منظومة يتضرب لانه خطأ وارد قد يقع من اي شخص فلازم النظام يحمي هذه الحركة من اي شورت كهرب او خطأ في الاشراك او غيره طيب ماشا خذف ثان فيه هذا واحد من جيراننا بحايل يقول كنت عبي بنزين فيقول ووقف جيت بمشي بطلع من المحطة فيقول السيارة عيت تمشي يميني سار مسكت حاولت سيارة تمسكت فيقول جبت سطحة ووديتها للوكالة لما بحصوها قالوا عندك الكليبر الفرامل وهي قديمة بعد يعني شبه جديدية الكليبر عندك ماسك بالله عليكم عمر احد سيارة مسكت الكليبر يمسك يعظ السيارات القديمة هو الجديدة يقول ما هي مشكلة يقول غيرتها والله ما ادري بعشرية ما ادري ثلاثين الف الكليبر يعني يقول طيب وش هي مشكلة ثانية قال لي مشكلة الآن يقول بعد ثلاثة شهور من استخدامي وبعد ما غيرت الكليبر يقول لها الآن واقفة أنا ورا ما ديه بيتي وهو بالمزرعات واقف لا دافندر طبعا يقول واقف وماسكة نفس المشكلة الكليبر يعني بعد هذه مشكلة توكم تغير مرة ثانية كليبر وابتبر أصلا نادر أو شبه منه مستحيل انه يخرب طيب مشخذ الرابع هذه أنا صار علي قبل أسبوع وعشر أيام أنا كنت في الصين وحدا صاحب الشركات استقبلني بسيارته دافندر استقبلني موديل 24 حتى ما ركب اللوح عليه أوكي فأنا ركبت وأول ما ركبت وكان الجو شوي يعني مش بارد يعني فشغلت المكيف وتفاجأت بفتحات المكيف حق الطبلون إنه يا تنفخ على وجهك أو فوق يعني ما فيه داخل ونجاس على مكانك داخل السيارة في المقعد الأمامي تبي ينفخ على صدرك أو تحت نزلها لا يا على وجهك يا مرتع فوق فيه خطأ بتصميم ديكور الطبلون السيارة وصورت وأنا أنا بنفسي صورت وهذا موديل 24 يعني قيمت والله ما تبرك كم قيمت وأنت مدرب قيمت وغالي مرة الموتر ومع ذلك أخطأ والخطأ الفادح هذا ويحطون يعني المكيف يضرب على وجهي مزعج المكيف يضرب على وجهك أو ترعه فوق حتى فوق مزعج ولا فيه أي منظومة تبريد أدفع القيمة هذا عليه ولا ألقى خاصة هنا في السعودية على الحر وينفخ على وجهي مباشرة أنا أوريكم الآن مصوروا هنا لما يكون على المستور وجه ينزل الكاميرا الآن ركزوا بس بالتصوير رح أرجع لكم مرة ثانية شفتوا التصوير كيف يعني يرفع وفوق وواضح تنزل على الوجه على الوجه بعد أن يختفي ما فيه إلا الوجه وفوقه هذه خمسة تبي تمشيها يلا رقم ستة وشو الفتح البنوراما في صوت تسريب هوا هذا 24 الجديد والله يجي معي أني قلت سكر فتحك المسكر كتبين معقولة وصفتنا وطلعت فوقه بشيك شي مفتوح مسكر طبعا فيه البنوراما وفيه اللي تحت السقف السقف لا يسمونه ولكن الصوت مزعج والله مزعج ما فيه عزل هذا 24 الجديد والقيمة فلانية واخرتها يطلع الصوت هذا والله شي مخصن بعد كل هذه المشاكل طبعا وأكيد وحتما أن السيارات الصينية على مشاكلها وكثرة معيوبها أفضل من هذا بألف مرة اللي إذا عندك فلوس وعندك مبالغ طائلة وعندك سيارة ثانية يعني تنزل الجيب هذا ويجلس السبوع وشهر وشهرين عند الوكالة وتدفع قيمة صيانة وهذا موضوع آخر أنا ما تكلم عن موضوع هذا والمشكلة إذا تكلمت بهالشكل هذا قدامهم يقول أنت ما تدري ركبته غير عمون والله ما أدري أنت راكبه ولا هو راكبك ولكن يتضح أنه هو راكبك وكلنا بعقله راضي تحياتي لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر